تفين يا يوسف تعمل ايه تمن عليك وعايز اعرف تعمل ايه ومين دون يعني ممكن الحمد لله الفترة الاخيرة دي انا كنت متوجد في ناديل الاتحاد على مستوى الناشئين في البداية وبعدين مساكت فريق اول مع مستر مكيدة ومع مستر كفالي كابتن محمد عمر تتبقى معبود مع مكيدة اشتغلت مع مكيدة في الفترة التالتة الاخيرة دي هو جهة 3 مرات ناديل الاتحاد الفترة الاخيرة دي كنت موجود معاه كان قبل منه كفالي دا كنفرنسي اشتغلت مع الكابتن عمر في الفريل اول الكابتن محمد نور وروحت فترة مع الكابتن احمد سليل لنبي من سنتين والسنة دي كنت بادئ مع المصري السلوم دي كتفرق لسه صعدة من الدرجة التالتة للمنتزبة قعدت معهم فترة كده وسبتهم على شهر 11 كده وشهر 12 ليه بعد الكورة اتجهت على التدريب على طول والله هيكت فكرة بالنسبة لي انا حسيت ان انا شايف نفسي في حتة الاضرارة الفنية دي رغم ان انا في البدايات كان في بعض الناس عرضوا عليها في نادي الاتحاد حتة النواحي الادارية ومدير الكورة وان ما فيش البوزيشن دا مش موجود كتير في النادي لكن انا كنت حابب النواحي الفنية وكنت بدأت ادرس كمان وانا بلعب يعني انا في النهايات بتاعتي كنت بدأت ادرس وبدأت اخد دورات علشان انا اخد القرار ان انا بقى مدير فني طيب انا انا يعني بشوفك دايما في حوارات كتير كده او في البرامج فعايز ابتدي معك القصة النهاردة بشكل مختلف الصراحي عايز مثلا انت ضربة البداية الكورة معاك كانت اتحاد سكندرية وكنت تلعب في حتة تانية قبل اتحاد سكندرية لا انا البداية بتاعتي كنت بالعب في نادي المعلمين فوق انا اصلا من قفر الشيخ حسام غالي ولا لا حسام بعيد عني شواء هي البلد رايبة شواء من سكندرية عن قفر الشيخ نفسها ايه فانا اصلا بدايتي كت في قفر الشيخ قد بلع في نادي المعلمين في فوة وبعدين جيت اختبارات في نادي الاتحاد وربنا كرامني بقى في الفترة اللي هي كانت 78 كنت انا موريد 78 وانت 77 تاريخ ايه صح فتفتكر السن بتاعنا ده ما كانش في فرق فلعبت انا بقى مع السبعة وسبعين وقتها وكان طبعا الاتحاد والكروم دول هم اللي كانوا بينافسوا دايما على البطول دي كانت البداية المهمة بالنسبة تقلقت بقى مع الفريل اول اعبت كم سنة من فريل اول انا بدأت على طول يمكن اعبت حوالي سنة في ناشئين وطلعت ايبا مع الفريل اول على طول كان وقتها الكابتن طريل عشري والكابتن احمد سيري والكابتن قرامورسي اشرف عب حليم محمد ابن مجموع او لعبت صغير او لعبت صغير يعني حتى الناس كتيرة كمان تفكر ان انا كبير بسبب الموضوع دا لعبت مع الكابتن جمال مساعد كان فريق كبير او يعني يعني كان انا حضرت الهيدوكوتي فا او اخره اما جي نادي الاتحاد اللي المجموع دي الحمد لله وفي جنب مني عدت 8 سنين متواصلين مع نادي الاتحاد وبعدين انتقلت نادي الزمالك ورجعت نادي الاتحاد تاني وقت انت عدت في نادي الزمالك بقى دي سنتين سنتين او راضي عن التجربة نادي الزمالك والله يعني هي رضا بس مش كامل يعني انا كنت اتمنى ان اخد بطولات لكن هي المشكلة وقتها ان كانت من 2006 ال2007 او موسم خمسة ستة ستة سبعة كان فيها مشاكل ادارية كتير قوي يعني كمستشان متعد معنا شهرين وقتها كان هو رئيس النادي وهو اللي كان جمني من نادي الاتحاد حصلت مشاكل ادارية وبدعنا عدنا سنتين بقى في مجالس معينة اثر طبعا على الفريق بشكل كبير قوي ما اخدناش بطولات وقتها في الفترة دي اللي حصل في المفوضات مع الاهلي بقى وقتها ولا ما كانتش في المفوضات معنا هي المفوضات الرئيسية بالنسبة لي كانت النادي الاهلي كانت سنة 2000 تقريبا او موسم 2001 يعني وبعدين انا عملت رباط صليبي يعني انا كنت المفروض انا جاي سنة 2000 عندنا متش الماولين هنا ايه من كابتن على عب صدق كابتن على عب صدق لا اذا كان وقتها كان كابتن سابت البطل كان اخر سنة كابتن سابت البطل اخر او 2019 موسم 2019 2000 تقريبا 2019 2000 كابتن سابت جيه مش يرجع تاني لا في الفترة الاخيرة بتاعته في الفترة الاخير اه اه دي كانت البداية كنت انا